اهلا وسهلا بحضراتكم والآن موعدنا مع العالم الموازي والسوشيال ميديا خالد البرماوي وبورصة الكلام اهلا يا خالد نسال فول يا خالد بس والنهاردة العالم الموازي قريب قوي من العالم الحقيقي والتنين زعلانين هنشوف زعلانين اليد كتير جدا من الاخبار خالد نبدأ بورصة الشخصيات الاكتر انتشارا على المواقع الاخبارية المصرية النهاردة هنشنودا اليوم الثالث على التوالي متربع حديث الشبكات الاجتماعية والاخبار على خلفية تكريم والازمة اللي حصلت او بلاشنو والازمة الجدل اللي حصل على الموضوع محمد صلاح على خلفية مباراة النهاردة كانت مع بورنوس وضربة الجزائلة ضياحة وهزيمة ليفربول وتقريبا كده هتعود بي وواخد تاني اسوأ تقييم في التقييمات في المباراة النهاردة مارسل كولر بعد الخمسة اللي خدوا من الاهلي للأسف في جنوب أفريقيا النهاردة وأكيد شوفته اللي قاله خير ومعنا تعليقات لا تقل يعني غضبا عن اللي قاله خير عمر دياب على خلفية كذا حاجة مع يوسرا في سورة والحفلة بتاعت هنشنودا والدوئته اللي عمله مع محمد مونير شرين عبدالوهاب والنفي لقم 17 تقريبا خلال السنة اللي فاتت على خلافها مع حسام لا ما فيش خلاف احنا كواسين مش كواسين ده نشوفه مع بعض طيب تعالي ناخد القصص اللي انتوا علاقة عليها واحدة من الحاجات اللي كان عليها تريند كبير جدا واهتمام كبير جدا لخيري على فيسبوك وعلى تويتر وزي ما انتوا عارفين احنا بنجيبه بناء على أرقام وإحصاءات ليه علاقة بتفاعل كونتو كابتانو وحضور السيد الرئيس للنهائي كانت من الحاجات اللي كانت مهمة جدا مباراة كانت ما بين فريقين فريق اسمه حمد أمام عشان كده جد أستاذتنا الدكتورة ماجر حلواني وفريق تاري اسمه علي أبو جريشا وكان موجود علي أبو جريشا ودكتور أشرف صلحي كبير كابتان كبير ونجم مصر والإسماعيدي النجم الكبير طبعا وكابتان مؤمن زكريا وهو بيسلم على الرئيس كايتم السور برضو اللي عليها اهتمام كبير جدا النهار طيب من الحاجات برضو اللي كانت عليها اهتمام كبير جدا هي موعيد المترو في رمضان كل السنة هم طيبين أقل من عشرة أيام الموعيد الجديدة على حسب كل خط لكن في المجمل أن القطارات كلها بتبدأ الساعة خمسة وربع صباحا يعني بعد ساعة وشوية من الفجر وآخر رحلة على حسب الخط نفس طبعا انتوا عارفين الخط الأول بيبقى طويل جدا الخطوة الثانية أكثر منه فبتبدأ الرحلات في الخط الأول 12 وربع الخط الثاني 12 آخر رحلة بتطلع من المحطة الأخيرة 12 وربع 12 ونص والساعة 12 أو 12 38 دي يعني احنا ممكن نقول أن آخر خط آخر مترو ممكن تلاقي شغال حد الساعة 2 يا خير على ما يوصل يعني آه على ما يوصل طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا وده تريند فيسبوك وتريند كمان على تويتر معرض اسمه تقني أو تقني تكني أو تقني هو معرض تقني بتعمل للسنة التانية على التوالي تقدر تقول أنه كان من المعرض اللي فيها ومؤتمر مليان شباب وزارة الاتصالات هي اللي بترعاه والعملين اللقطة حلو أو أن فيه دوري ما بين ريادة الأعمال وفيه أحداث كتيرة جدا خلال المؤتمر بس هي فكرة حلوة لأن ريادة الأعمال ومجال ريادة الأعمال مجال واعد جدا وآه رغم أن ممكن حد يقولك أن الظروف الاتصالية صعبة لكن من هنا تبان الحلول الزكية في ظل الظروف دي طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا اللي قالوا هنشنودها طيب عارفين إيه اللي حصل الجدل فيه فكرتين هنشنودها تكرم في السعودية دولة السعودية الشقيقة كرمته وجابت مجموعة كبيرة جدا من الفنانين اللي هما شهدوا أو هما كانوا أحد منتجات عظمته محمد منير وعمر دياب وفرة الأصدقاء وحاجات كتير لكن الفكرة كلها أن ناس بعض ناس هجمت وقالت ليه ما تكرمش في بلده فهو قال إيه على فكرة تكريم قالك إيه أن تكريم تم في بلدي في بلد غير مصر فكرة غير دقيقة يقول يعني الفكرة أن أنا ما تكرمت في بلدي غير دقيقة وقال لك أنا بلدي كرمتني عندما اخترتني السيدة الشاشة العظيمة لأكون من أوائل الملحنين المصريين ووألف موسيقى طبعا لا عزاء للسيدات الفيلم العظيم في السبعينات على ما أتذكر وكمان كرمتني بلدي عندما تم اختياري لأكون أول مؤلف موسيقي لفيلم المشبوه وهو أول فيلم بينتقل فيه عدل إمام من السيطرة على الكوميديا للسيطرة على الأكشن وقال لكمان كرمتني بلدي لما كانت شرائط فرقة الأصدقاء بتختفي من الأسواق فأقل من 24 ساعة وبيقول أنا بقالي 60 سنة فرقة مصري أنا بقالي 60 سنة بلدي بتكرمني وتكريمي في بلد شقيق مش معناه أبدا أن بلدي هضمت حق إراكي خايف أنا شايف أننا لازم نحترم وفكرة طبعا اللي حصل اللي اداله الحالة دي كلها إن مجموعة من النجوم المصريين بيظهروا على خشبة مصرح واحدة الناس ما تعرفش إن لا يمكن الفنانين دول يظهروا هنا على خشبة واحدة لأنهم بياخدوا فلوس كتير قوي إنك تجيب نجم واحد ومحتاج ملايين بس ليه حاجة ما تتضايقش حاجة خالص لأن في النهاية هو اتعملت الليلة بنجوم مصريين صح؟ لكن إحنا مفتقدين هذه الحاجات في بلد مفتقدينها لكن ده لا يعني لكن إحنا ما كرمناش هاني شنودة مكرم في مصر وبنحبه وبيظهر كتير يعني عاجب لك أنت عارف في الموسم الأول والتاني من حديث القارة كان موجود موجود في ورامك كتير فهاني شنودة فنان عظيم كان ولا زال موجود ومكرم ويعني محتفى به في كل الأماكن والأوقات طيب يسرى إيه القصة؟ يسرى تحتفل بعدلاتها؟ هي عندها مسلسة لكن هي راحت دبي ليه فيه كلام إن فيه حدث بتستعد له هناك لكن اللقطة كلها فيه إنها كانت من صورة مع عمر دياب وواضح إنهما طلعوا من الرياض على دبي وهي بتقول أقرب بالناس إلى قلبي يحتفلون معي بعيد ميلادي كل سنة كل سنة ويسرى طيب الفاني العظيمة يسرى شرين إيه القصة تحت شرين؟ شرين بقى لها تقريبا يومين ألأ ناس عملة تقولك ده ألغت المتابعة بتاعة حسام حبيب وناس تقولك والله أصل فيه خلافات ما بينهم والصور على الحسابات اتلغت وكمان هي بدأت تقول تعليقات على نوال الزغبي على خليها نعيشني نفسينا كلام أثار حالة من الجدل هي حسم الده وطلعت ببيان المحامي بتاعها قال وقال فيه إيه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية والفنانة متفرغة لعداد أغاني جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت الشركة المنتجة لتسلمه أتمنى يكون البيان ده فعلا حقيقي فعلا ما فيش خلافات ما بينها وما بين حسام حبيب من خلافات حسام حبيب لفرح حسن شاكوش كان قال لي بدوني على فكرة بقال يوميا فرح تقريبا كان يوم الخميس لكن من الجمعة وفي حالة من الاهتمام الكبير جدا على تويتر وعلى فيسبوك كانت من اللقطات الحلوة جدا اللي الناس اهتمت بيها العروسة نفسها عملت موقف هنشوفه وكمان حمو بيك وعمر كمال عملوا تقليات وعمر كمال قال لك إحنا اللي هنشهد صمموا يشهدوا يا خيري على عقد الزواج بس الحمد لله تأكدنا من مصادرنا ان هما مشهدوش على عقد الزواج حسن شاكوش ولما سألوه قال لك لا دي بيت ميت ربية جدا وملهاش في السوشيال ميديا ومعندهاش غير حساب على واتساب فأنا استرعز علتو يعني معناها اللي عندها حسابات على السوشيال ميديا عنا مش صح؟ ومستوقفاكش يعني هو الواتساب ده بتفتح له حسابات الواتساب ده حسابات لا هي ما عندهاش غير واتساب ما لهاش في السوشيال ميديا بس بس هي كلمة واتساب يعني بعيدة عن المجيمة وواجهة عن الألم يعني ربنا يهدي سعيد بسعيدة والفرح يكمل طيب من حاجات اللي كانت غريبة جدا ان قناة نادي الزمالك اتكلمت على مرض ليه شكبالا وفي طلعت بعض الشائعات ليه علاقة بفيروس في الدم وكان فيه كلام ان هو عنده حالة كورونا الحقيقة بتاعت كل ده ايه وفي قناة الزمالك برد بعد كده لما طبيب الزمالك نفى مرض الشيكبالا مرض خطير وقالك اجرينا تحليل عامة للشيكبالا وظهرت بعض الالتهابات وبعض الأمور البسيطة وليس معنا ظهور نتيجة فيروس كورونا سلبية لانه ما كانوا شكين انه هو كورونا فطلعت النتيجة سلبية انه سليم وما زال يعاني من التعب وبعض وبعض الارهاق العضلي وأعراض الرشح وقال لك انا اتحدث معه بشكل مستمر وهو الآن تحسن قليلا لكن برا المعسكر طبعا بتاع الزمالك اللي هيلعب قلب سلامة لي طيب طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كبير جدا مباراة ليبر بول النهاردة وبورنموس والأسف يعني المباراة شهدت تراجع لأداء ليبر بول بعد المباراة العظيمة مع منشيسة يونايت الاسبوع اللي فات وبدأنا بقى نلتقي في الأنفاس وقال بقى خلاص بقى اللي فاربول بدأ يستعد وعلى الآن اللي خالص هيخش في الأربعة وكان يعني بينه وبين المركز الرابع خلاص يخيب خيبة سيئة جدا مع الفريق رقم أيوة الأخير آخر فريق في الدولة فريق ما حصلش على في كل الستة وعشرين دورة اللي فاتت دول كل ستة وعشرين مباراة ما خدش غير ستاشر جولة ستاشر مباراة واللي زعلنا شوية أن صلاح أهضر ضربة جزاء لكن يعني عادي يا مغيرو بميسي بيضيع وكل طبعا والعظماء الجزاء دي مش مزمونة أبدا نقبل هالو برضو دي تالي ضربة جزاء يضيعها في دورة إنجليسية طيب من حاجات برضو اللي كانت لفتة يوم العالم وده كان ترند في السعودية هم عندهم احتفاء بيوم العالم معرفش ليه ما عندناش بس أتمنى عندنا بس هم عملوا إيه عملوا زي ري براندينج للعالم عملوا ثلاث حاجات كلنا طبعا عارفين العالم السعودي وقريب جدا لقلبنا هم عملوا إيه تعالوا ناخد التغيير ده العالم القديم أول حاجة الكتابة نفسها تغيرت بدأ يبقى فيه التشكيل الفونت بتاعه تغير وفيه همزات تحت إلهة أوكي وتم إضافة شكل السيف تغير تعالوا وقص هنا شوف السيف هنا وهنا نقرب لكم الاتنين مع بعض شكل السيف المقبض بتاع السيف تغير وزي ما قلت التشكيل والهمزات تغيرت فجاد من حاجات برضو اللي كان عليها اهتمام كل سنة وكل إخواتنا في السعودية بخير في بريطانيا في حالة من الجدل على خلفية بوست نشروا اللعيب الشهير والمعلق الرياضي جاري لينكر قال لك هو كان ديتر جامعة بقول لك يا للهول بيعلق على قانون الهجرة الجديد قال لك لا يوجد تضفق ضخم للاجئين أنا بقول لك بريطانيا فاش تضفق للاجئين وقال لك نستقبل اللاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى هذه مجرد سياسة قاسية ضد الأشخاص الأكثر ضعفا وبلغة لا تختلف كثيرا عن التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات قبيل الحرب العالمية تانية يعني بالآخر ألمانيا في حكم النازية دنيا هاجت وردود فعل كبيرة جدا غاضبة ومؤيدة وإن كان أغلبها مؤيدة لكن رد فعل بي بي سي لأنه هو موجود هناك وبيعمل بيعلى على مباريات لأنه مش صحفي هو ناقد محلل match of the day البرنامج بتاعهم اللي بيتكلم في أيام الدول الإنجليزي إيقاف جاري لينكر هم قالوا كده ولحين التواصل الاتفاق معه حول طريق إدارته لمنصات التواصل الاجتماعي الخاص به تعالوا نقف هنا يحمل خبر هو بيقدم نفسه أنه راجل صاحب رأي فالشبكة الاجتماعية بتاعته فيه ناس قالت لا طبعا بتطلع باسم الميديا دي لازم تعبر عنه تعالوا نسأل واحد من أسازة الإعلام سيد خاين إيه رأيك هو هنا راجل لعب كرة راجل ناقد ومحلل مش شخصية صحفية لو قلت الكلام ده على قناة بي بي سي على إذاعة بي بي سي أبقى غلطان طب لو مش علاقة بي بي سي أنا ناقد أنت متعقد معي باجي أقدم لك ناقد رياضي أنا هنا بتكلم في قضية عامة أنا مواطن إنجليزي لما أقول ده على صفحتي أنا أنا المسؤول عنها بقبر هنا عن أنا المسؤول عنها لكن بي بي سي مش مسؤول عنها وبالإضافة كمان أنه كمان هو لا يحكم أداؤه بأداء الإعلامين والصحفيين هو يحكم أداؤه بأداء الخبراء المتخصصين يعني أنا إعلامي في القاهرة والناس لو ليه موقف سياسي عايز أكتبه على فيسبوك بتاعي أو على تويتر وسأنا هنا ممكن أختلف معك آه لو أنت إعلامي في مؤسسة والشبكات الاجتماعية هي شخصية آه لكن أراءك فيها هي في مساس ما بينها وما بين الميديا اللي أنت فيها ده أنا فوية نظر أنا مختلف معك طيب ناخد الردود فعل كتير جدا الجميع بقى أن كتير جدا من المعلقين كتير جدا من المعلقين تضموا معاه وعملوا إيه قال لك قررنا التنحي عن التقليق على مباريات الغد اللي هي كانت النهاردة وفي حد تاني قال لك أعتقد أنه ليسا من الصائب تقديم برنامج اليوم آمل أن ألقاكم الأسبوع القادم وفي ناس يعني رفضت من اللعيبة نفسها لعيبة الكرة قال لك أن إحنا يعني لن يجرون أي لقاءات مع برنامج مع تشوف بتاع بي بي سي فكان من ضمن ما فيه حاجة فتناها آه ده تقريب بس لقا نخلي بك ماشي بس ناخد الأول للأهلي وردود فعل كبيرة جدا على مباراة الأهلي في المركز الرابع حسبيا لسه الأهلي عنده فرصة بس طبعا لو سانداؤنز عمل فوز على الهلال في الهلال الإحصاءات الغريبة اللي اتبعنا بيها النهاردة أولا طبعا ما فيش ولا مرة الأهلي قدر يفوز على أنديت جنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا التصيوبات اللي كانت في إطار المرمى خيري الخمس تصيوبات عملهم سانداؤنز على الأهلي في إطار الثلاث خشبات خمسة دخل منهم خمس خمس اللهم لا حسن طيب والتعليقات كتير جدا أستاذ أستاذنا كبير حسن مستكاوي بيقول لك لا يستحق الأهلي الفوز على سانداؤنز هناك أخطاء دفعية متكررة وبطء ونقص الياقة تبقيت ياني وفارق سرعات وكل لعب في سانداؤنز يجري بالكرة ويضع الأهلي في ظهر نتيجة عادلة في حد تاني زي زماننا عمر نسوح يقول لك بعد أربع جولات في دوري أبطال أفريقيا الأهلي والزمالك في المركز الثالث بأربع نقاط انعكاس واضح وواقعي جدا لنتائج منتخبات مصر ومستوى القبطان القبطان على ملعبه ونسيب سانداؤنز لضميره يالله وصل بنا الحال ان احنا هنسيب سانداؤنز لضميره بجد محسر بس أنا مش معاك بس أن الأهلي لا أنا شايف أن الأهلي والزمالك والمتخبات المشهد العام دوري من غير جمهور يا خيري دوري شركات يا خيري دوري مليان منتخبات ومحسوبيات ووسطات وحركات فمستمين اي حريق بس أن ما كنتش بلعب بص على المشهد كله اتحاد منتخبات فرق تحكيم إدارة كله زي بعض نورتين يا خالد ليلتك سعيد هنطلع فاصل بعد الفاصل هنتكلم عن وأساسة فاهم للدعم النفسي عندي هدية عندي مفاجأة عندي ضيفة خاصة جدا بعد الفاصل